تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السهر الرسمية حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 343 قضية تمونية بمضبطات بلغت قرابة 111 طن في مجال المواد الغدائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط نحو 6 أطنان سلع غدائية كما تم ضبط أكثر من 33.5 طن السلع غدائية في مجال الاستلاء على السلع المدعومة وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمية للسلع الغدائية تم ضبط قرابة 12 طن وتم ضبط 60 طن أسمنت في مجال البيع بأزياد من السعر الرسمي لمواد البناء أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 419 قضية من بينها 75 قضية خبز ناقص الوزن و118 قضية خبز غير متابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر